مثل غيره من المعالم الدينية والحضارية في الموصلة لم يسلم جامع ومرقد النبي جرجيس في أيمن المدينة القديمة من عمليات التدمير التي نفذها تنظيم داعش وقد تحول إلى أثر بعد عينة عند تفجيره من قبل التنظيم في تموز يوليو عام 2014 اليوم وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على تحرير الموصل من سيطرة التنظيم لم يشهد جامع النبي جرجيس الذي يعد واحدا من أقدم الجوانع المشيدة في القرن السادس الهجري أي توجه حكومي لأعماره ما دفع أهالي المدينة إلى التحرك وجمع التبرعات للبدء بيعادة أعماره لأهميته الروحية لديهم اللي عيقوم بأعمار الجامع الناس الخيرة والحكومة نهائيا ما لها أي دور بالمنطقة القديمة هذا الجامع اللي هو أهمية بالمنطقة لأنه جامع أثري وناس تيجع عليه من باكستان كان يجون من أفغانستان يجون عليه زيارات ورغم أعلان الحكومة المحلية عام 2019 الشروع بأمار مبنى الجامع ومرقده في غضون عشرة أشهر إلا أن عملية الأمار اقتصرت على رفع الأنقاض فقط مديرية الوقف السني في نينوا أكدت أن دورها يقتصر على الإشراف والتوجيه الهندسي فقط بسبب عدم إدراج الموقع ضمن تخصيصاتها المالية اليوم جامع النبي جرجيس يتم إعماره من قبل شخص متبرع بإشراف بتوجيه من الدارة وقف السني التخصات المالية لم يكن لجامع النبي جرجيس وإنما لجامع النبي يونس جامع نينو الكبير التخصات المالية تأتي تباعا حسب السلف التي توفرها الديوان والأمور في الإعمار تتم بصورة سريعة وأبدى باحثون في الآثار والتراث مخاوفهما من تشويه الجانب المعماري للجامع والمرقد في ظل غياب المتخصصين بعلوم الآثار والهندسة المعمارية وتشكل المعالم الحضارية ودينية هوية مدينة الموصلة وصدعوات للمنظمات الدولية للتدخل والمشاركة في إعادة أعمارها هيث محمد الحرة الموصلة